اشتركوا في القناة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة الكرام فمن رحاب بيت الله الحرام يتجدد هذا اللقاء الأسبوعي كل ليلة من ليالي الجمعة من جوار الكعبة ومن أطهر بقعة نجلس فيه مجلسا في هذه الليلة المباركة من هذا المكان المبارك نستكثر من عمل مبارك هو الصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا ونبينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نلتمس بذلك البركة والخير والأجر والثواب العظيم نغتنم بركة هذه الليلة بكثرة الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها من أمرنا الله بالصلاة والسلام عليه ووعد بالصلاة والسلام عليه بكل مرة عشر مرات منه سبحانه وتعالى على عبده رحمة وفضلا وكرما إلهيا جليلا في هذه الليالي المباركة ما زال هذا المجلس المبارك ينعقد بفضل الله متتابعا في كل ليلة من ليالي الجمعة وهذا مجلس ننطلق فيه بعون الله تعالى في الليالي المقبلة في مدارسة كتاب يسير مختصر من مختصرات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب مؤلفه إمام وهو موجز مختصر بديع يحمل على أن نتفقها وأن نتقرب وأن نعي قدرا كبيرا عظيما من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك كله ما زال هذا المجلس عطرا حافلا مباركا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يا رب صلي على النبي إمامنا وعرض عليه صلاتنا وسلامنا ومن علينا يا كريم بشربة من حوضه تشفي بها أسقامنا صلى الله عليه وسلم هذا المجلس فاتحة لمجالس متتارية إن شاء الله تعالى نتدارس فيها مقدمة موجزة لكتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمة الله تعالى عليه ومقدمة هذا الكتاب كما سيأتي الحديث عنه هي اختصار وجيز في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لجوانب من شمائله خصائصه ونبذة يسيرة من حياته المتعلقة بأمهات وعنوين سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه وفي ذلك كله يأتي هذا المجلس ينال بركة هذه الليلة بكثرة صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الكتاب أيها الكرام فهو مقدمة وضعها الإمام النووي رحمه الله تعالى لمصنف من مصنفاته والإمام النووي كما يعلم الكل إمام عظيم جليل فقيه محدث هو يحيى بن شرف بن مر بن حسن بن حسين أبي زكريا النووي الدمشقي الشافعي النووي نسبة إلى نوى من أرض حوران في بلاد الشام ولد رحمه الله تعالى في الثلث الأول من القرن السابع الهجري سنة إحدى وثلاثين والستمائة للهجرة ونشأ تنشئة طيبة بحفظ القرآن وطلب العلم والتفقه حتى غدا إماما وبرع في الفنون رحمه الله وبرز في الفقه والحديث فكان فقيها محدثا إماما وقد بورك له في طلبه للعلم لما كان يطلبه ثم بورك له في علمه لما ارتقى مرتبة العلماء فصنف وألف ودرس رحمة الله عليه وهو رحمه الله تعالى ممن عني بالتصنيف في علوم نافعة وأشهرها الفقه والحديث ولعل أشهر مصنفاته التي يعرفها طلبة العلم صغيرهم قبل كبيرهم شرحه الجليل على صحيح الإمام مسلم وهو الذي ترجم لأبوابه فغدت التراجم التي وضعها الإمام النووي رحمه الله هي المتداولة لأبواب صحيح الإمام مسلم رحمه الله الجميع ومن أشهر مصنفاته ما كتبه في فقه الآئمة الشافعية فقد صنف فيه جملا من الكتب التي أضحت مراجع عمدة في فقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأما كتابه العظيم رياض الصالحين الذي لا يكاد يخلو منه مسجد من مساجد المسلمين يقرأ فيها على مسامع المصلين عقب الصلوات أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم متوزعة على أبواب الأوامر والنواهي وعلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وما يدلهم على طريق الله المستقيم فهو أشهر من أن يعرف به ومتن الأربعين النووية المنتقى من الأحاديث جوامع الكلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أيضا مما يعرفها طلاب العلم وينشأون على حفظها والعناية بها وإدراك مضامينها هذا المجهود العلمي للإمام النووي رحمه الله تعالى وضع فيه جملة من الأدوات التي تعين والكتب والمراجع التي يصل بها طالب العلم إلى بغيته في تلك الكنوز المعرفية والذخائر العلمية وكتابه تهذيب الأسماء واللغات هو من هذا الباب فإنه صنفه رحمه الله تعالى لبيان تراجم العلماء والآئمة وبيان الاصطلاحات ومعانيها مما وضعه في كتبه المتناثرة في الفقه تحديدا وفيما يتداوله العلماء في تراجم الفقهاء آئمة المذهب ولما خص هذا الكتاب بتراجم العلماء وجعل القسم الأول في الأسماء وبيان أثر معرفة أسماء العلماء وأحوالهم وأقوالهم وما يتعلق أيضا بالتسمية والكنا والألقاب وعرف بالصحابة والتابعين وبين فضلهم على سائر الأمة قبل أن يشعع في ترجمة إمام المذهب الإمام الشافعي ثم أئمة وأعلام العلماء بل أعلام أعلام البشر عموما قبل أن يبدأ بهم موزعين على حروف الهجاء من الألف إلى الياء ابتدأ رحمه الله بمقدمة موفقة للغاية وهي ما ندرسه في مجالسنا هذه في ترجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترجمة نبوية شريفة فهي إذن فصل من فصول هذا الكتاب العظيم الجليل تهذيب الأسماء واللغات هو إحدى مقدماته التي ابتدأ بها الكتاب جعل فيها حديثا عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته في أسماء أبنائه وبناته أعمامه وعماته في أزواجه ومواليه وخدمه في كتابه ورسوله في مؤذنيه ثم في حجه وعمرته وغزواته صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى أخلاقه ومعجزاته وأفراسه وختم بخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام وغيرها ثم أفرد عدد من أهل العلم هذه المقدمة التي تمثل موجزا للسيرة النبوية ومختصرا نافعا وأفردوها بالطباعة عن باقي الكتاب لإمكان الاقتصار عليها والاستفادة منها وفهمها وروعة ما يمكن أن يحصله طالب العلم في مضامين فصول هذا الكتاب البديع بالنظر إلى أمرين مهمين أنها جملة مركزة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله والحديث عن الأبواب العظام المدخل لمن يدرس سيرته فهي أشبه بمدخل لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هي لا يستغني عنها الصغير والكبير والمتعلم والجاهل فهم في هذا سواء في معرفة هذا القدر من سيرة أشرف الخلق صلى الله وسلامه عليه والأمر الثاني الذي يجعل هذه المقدمة الموجزة وإن شئت فقل السيرة النبوية المختصرة أو فقل المدخل الموجزة المختصرة للسيرة النبوية ما يجعله مهما ونافعا أنه محرر علمي رصين ولا عجب فمؤلفه إمام محقق فقيه محدث رحمة الله عليه الإمام النووي وكفى فأضحت المعلومات والأقاويل التي ترد في هذه المقدمة الموجزة هي في ترجيح علمي رصين وتحقيق بديع فإذا جاء إلى بعض المسائل والأقوال والتواريخ التي فيها أقوال متعددة ومذاهب متفاوتة فإنه لا يتجاوزها من غير التحقيق وترجيح وإذا وردت أيضا بعض الأخبار والروايات التي لا يثبت بمثلها شيء ينسب إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ترى أثر إمامته الحديثية في تفنيدي تلك الروايات وبيان ما يصح منها وما لا يصح فإذا هو مختصر موجز محكم وإمامه فقيه محدث محقق رحمة الله عليه وكانت هذه الرسالة الموجزة نافعة صالحة لأن نتدارسها في مجالس متعددة هذا أولها سائلين الله أولا التوفيق والسدد والإخلاص لوجهه الكريم ومنطلقين ثانيا من منطلق أرجو أن نؤجر عليه فإنه باب عظيم من أبواب العبودية وهو التفقه الشرعي بباب نصل به إلى أصل مطلوب شرعا وهو حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك وما يلحق به من تنمية الإيمان وتوطيد دعائمه في قلوب أهل الإسلام فإنه ما من شك أن المرأة إنما يزداد إيمانه بما يغذيه في قلبه من هذه الأركان العظيمة المتعلقة بربه وخالقه وبنبيه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى نشرع في الكتاب فإننا بعدما تبين ما سبق سنمر مباشرة على الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله بالحديث عن هذا القدر من موجز مختصر ومدخل لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقتصرين عليها وقد طبعت وحدها مفردة في أكثر من طبعة وهي متداولة مبذولة يسيرة في الوقوف عليها والحصول عليها ونسأل الله تعالى أيضا في مطرع هذه المجالس في مجلسنا هذا من رحاب بيته الحرام في هذه الأيام المباركة وهذه الليلة الشريفة أن يجعله من جليل العمل الذي يضرى به عننا ويزداد به إيماننا ويتقوى بها رصيدنا من حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا ونسأله تعالى رحمة واسعة للمصنف الإمام أبي زكريا النووي رحمة الله عليه ورحمة واسعة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات اللهم وفقنا لما تحب وترضى ونسألك علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه سائرين الله التوفيق والسداد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمه الله نسبه صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدرك ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معد ابن عدنان إلى هنا إجماع الأمة وأما ما بعده إلى آدم فمختلف فيه أشد اختلاف قال العلماء ولا يصح فيه شيء يعتمد هذا القدر من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين أولهما نسبه عليه الصلاة والسلام إلى جده عدنان والقسم الثاني ما كان فوق عدنان إلى إسماعيل عليه السلام إلى آدم عليه السلام فأما القسم الأول إلى عدنان فإنه صحيح ثابت مجمع عليه ونسبه صلى الله عليه وسلم محفوظ على السياق الذي ساقه المصنف هنا رحمه الله فهو عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مارك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن لياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هذا القسم الأول قال المصنف إلى هنا إجماع الأمة فإنها لم تختلف في سياق نسبه في هذا القدر عليه الصلاة والسلام القسم الثاني الذي أشار إليه بقوله وأما ما بعده إلى آدم عليه السلام فمختلف فمختلف فيه أشد اختلاف ولا يمكن أن ينازع في هذا أحد في الجزم بصحة تقديم اسم على اسم أو تبديله في نسبه فيما تجاوز عدنان لأنه لا يثبت في ذلك دليل قاطع يمكن الاستناد إليه ورد ما عداه قال العلماء ولا يصح فيه شيء يعتمد وعلى هذا فكل من يحفظ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضبطه حسبه أن يدرك هذا القدر في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم إلى عدنان ثم ها هنا وقفات مهمة أولها أن عنايتنا بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عناية بشيء يتعلق بنا نعم لا أحد يهتم بضبط نسب غيره فأنت مطلوب منك أن تعرف نسبك باسم أبيك وجدك والقبيلة التي تنتمي إليها والعائلة التي تنتسب إليها هذا مطلوب لكنه ليس مطلوب منك أن تعرف نسب جارك أو صهرك على الوجه الذي يمكن أن ينكر عليك جهله أو جهلك فيه هذا أمر متقرر فلا أحد مطلوب منه أن يضبط نسب غيره إلا من كان مختصا كالنسابة والمعتنين بالتواريخ ومعرفة القبائل والأنساب فهذا عملهم وتلك صنعتهم إلا أن الأمة كلها معنية تمام العناية بنسب نبيها ورسولها صلى الله عليه وسلم فليس هذا من فضول العلم وليس هذا من الكمالات التي يمكن أن يزهد فيها بل إننا والله نحرص على تعلم نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم وتعليمها لأولادنا وطلابنا وناشئتنا والناس من حولنا تماما كما أعلم أولادي وتعلم أنت أولادك نسب أحدهم ومن فوق أبيه وجده في النسب والسلالة التي ينتسب إليها ليعرف ما أصله إذا كان نسب أحدنا يعود علينا بفائدة معرفة أصولنا فإن معرفة نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصل الأصول ومعرفتنا به يعلمنا ويوقفنا على أصل عظيم في ديننا وشريعتنا هذا أصل الوحي الذي ارتضاه الله لنا دينا فاصطفى له من البشر خيرهم خيرهم نسبا خيرهم قبيلة خيرهم بيتا خيرهم أبا خيرهم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام مصطفى ومختار من الاصطفاء والاختيار الله يصطفي من الملائكة رسولا ومن الناس هذه واحدة وأما الثانية فأنه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حفظ نسبه الشريف حفظا من وجهين الأول حفظه بهذا الذي نتدارسه ونتداوله وتتناقله الأمة جيلا بعد الجيل واليوم بعد ألف وأربعمائة وثنتين وأربعين سنة ها هي الأمة بصغارها وكبارها ورجالها ونسائها يسوقون سنسب نبيهم صلى الله عليه وسلم ليس إلى الجد الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا العاشر فحسب بل إلى معد بن عدنان كما سمعت وهذا حفظ جليل عظيم ورثته الأمة بكل افتخار أما الحفظ الثاني فهو الحفظ الإلهي لهذا النسب بأن الله عز وجل حفظه وصانه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام بل قبل أن يولد فحمى الله هذا النسب الشريف من أن يكون فيه مطعا أو أن لا يكون فيه وجه من حلال بنكاح ومصاهرة ونسب فكان نسبا محفوظا بحفظ الله خرج منه أشرف إنسان وأكرم مبعوث خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا يقال أيها الكرام بين يدي دراستنا لنسبه وسوقنا لنسبه وعنايتنا بدراست نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تتعلق بها أمور عظام علمية مهمة وإيمانية راسخة تتعلق بعقائدنا بديننا بشريعتنا فإننا ننتسب بفخر إلى آباء نعتز بهم وننتسب أيضا بكل فخر بل بأعظم وجوه الفخر إلى دين عظيم ونبي كريم صلوات الله وسلامه عليه هذا نسبه الشريف الذي سمعناه قال المصنف رحمه الله ما بعد آدم لا يصح فيه شيء عفوا ما بعد عدنان لا يصح فيه شيء يعتمد ما بين عدنان إلى آدم عليه السلام وقد تجد ذلك كثيرا مبثوثا في كتب التواريخ والسير والأنساب يسوقون النسب ما فوق عدنان إلى إسماعيل ثم ما بعد إسماعيل أيضا إلى آدم عليهم وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام لكنك تجد فيه اختلافا وتفاوتا وهو كما أسرفت لا يمكن الاستناد فيه إلى شيء يمكن الجزم بصحته ونفي ما عداه وعده خطأا لعدم ثبوت مستند صريح صحيح في ذلك والله أعلم هذا جزء من ضبط المصنف رحمه الله في هذا الكتاب بما يرد من الأسماء والأعلام فإن صلب الكتاب كما تقدم في صدر المجلس تهذيب الأسماء واللغات فإنه يضبط أعلام الأسماء التي ترد في الكتاب ضبطا كما جرت عادة علماء السلف بهذا الضبط بالتشكيل قصي بضم القاف حيث لم يكن هناك علامات ضبط يعتنى بها في الكتابة ثم هي قد يدخلها التحريف والتصحيف فكان الأضبط عندهم وهم أهل هذه الصنعة أن يضبطوا بهذا الضبط الحرفي قصي بضم القاف لألا تكتب ضمة كالتي نكتبها اليوم في اصطلاحنا ثم تتحول في التناسخ وتبادل النسخ إلى فتحة وكسرة فقال قصي بضم القاف ولؤي كذلك قال بالهمز وتركه يعني يصح فيها الوجهان أن تقول لؤي أو تقول لوي إما بالواوي خالصة أو بالهمز أما إلياس قال فهي إما أن تكون بهمزة وصر أو أن تكون بهمزة قطع فتقول هذا إلياس أو تقول هو إلياس إذا اعتبرت همزة وصل فتكون أل هنا للتعريف والاسم ياس فدخلت عليه أل فتكون إلياس أو أن تعتبرها همزة قطع مكسورة فتكون الهمزة أول حرف في اسم العلم فتقول هو إلياس وبكيل الضبطين صحت القراءة المتواترة في اسم نبي الله إلياس عليه السلام في القرآن الكريم في سورة الصافات قال الله تعالى وإن إلياس لمن المرسلين على قراءة الجمهور بهمزة قطع وقرأ ابن ذكوان وغيره بهمزة وصل وإن الياس لمن المرسلين فضبط المصنف رحمه الله الإسم بهذين الضبطين وما ذكره رحمه الله في اقتصار النسب النبوي إلى عدنان هو أيضا ما أورده الآئمة العلماء كما فعل الإمام البخاري في صحيحه والإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والحافظ الإمام ابن حجر في شرحه للحديث في فتح الباري رحم الله الجميع قال المصنف رحمه الله كناه وأسماؤه صلى الله عليه وسلم وكنية النبي صلى الله عليه وسلم المشهورة أبو القاسم وكناه جبريل صلى الله عليه وسلم أبا إبراهيم هذا ما يتعلق بكنيته قال الكنية المشهورة أبو القاسم وهذا متواتر كما قال الإمام الذهبي رحمه الله وثبتت فيه عدة روايات في مخاطبة الصحابة له عليه الصلاة والسلام بل حتى في مخاطبة بعض أحبار اليهود في بعض المواقف يا أبا القاسم وكذلك ورد على لسان كثير من الصحابة كما يقول بعضهم هذه سنة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أو من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح ثابت بل كما قال الإمام الذهبي هو متواتر وأما كنيته بأبي إبراهيم نسبة إلى ولده إبراهيم الذي مات صغيرا في المدينة من جاريته مارية القبطية رضي الله عنها فإنها ثبتت أو وردت في رواية أوردها الإمام بن عساكر في تاريخ دمشق وقال رواه الدارمي والبيهقي عن أنس لكن في إسناده ابن لهيعة قال الذهبي ضعيف والحديث أيضا عند الحاكم ولعدم صحة الرواية فلا يجزم بها لكنها أيضا وردت في رواية أن جبريل عليه السلام كناه أبا إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة أفرد فيها الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله بابا في تاريخ دمشق ذكر فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين وباقيها في غيرهما منها محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي والماحي وخاتم النبيين ونبي الرحمة ونبي الملحمة وفي رواية نبي الملاحم ونبي التوبة والفاتح وطاها وياسين وعبد الله نعم هذا المنقول عن الإمام ابن عساكر أبو القاسم رحمه الله تعالى صاحب تاريخ دمشق التاريخ الشهير العريق المرجع الكبير في أسماء الأعلام والآئمة فإنه أيضا أفرد في مقدمة كتابه سيرة موجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقد في هذا الباب في الأسماء بابا مستقلا وقال إن فيه أسماء كثيرة جاء بعضها في الصحيحين منها محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمقفي والماحي هذه ثبتت في أحاديث الصحيحين وفي غيرها فإنه قال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأحمد وأنا الحاشر والعاقب والمقفي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولكل من هذه الأسماء دلالة فهي أسماء أعلام وأسماء ذات أوصاف فمحمد هو اسمه العلم البارز الشهير له عليه الصلاة والسلام وبه جاء القرآن في غير ما موضع ما كان محمد أبا أحد من رجالكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى غير ما هنالك وفي السنة فهي أيضا أكثر من أن تحصى وتحصر أما اسمه أحمد فقد جاء في سورة الصف على لسان عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأما الحاشر فالذي يحشر الله تعالى به الخريقة ببعثته ليكون خاتم النبيين والعاقب الذي جاء عقب النبيين والمقف الذي جاء يتلوهم في طريقتهم ونهجهم ولا نبي يأتي بعده الماح الذي مح الله تعالى به الكفر والضلالة وأشرقت ببعثته نور الرسالة وكذلك خاتم النبيين كما في سورة الأحزاب ونبي الرحمة ونبي الملحمة والمراد بالملحمة القتال مع أعداء الله الرافعين لراية الصد عن سبيل الله فإنه كما بعث رحمة للعالمين بعث صلى الله عليه وسلم شديدا على الكفار والمنافقين بأمر الله له يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ونبي التوبة كذلك والفاتح الذي فتح الله به باب الجنة في الآخرة وباب الرحمة والهداية وطريق الله عز وجل في هذه الدنيا قال وطاها وياسين وعبد الله وسيأتي الحديث عما يتعلق ببعض هذه الأسماء كل ذلك مما أورده الإمام بن عساكر رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب وقد قال إنها أسماء كثيرة هذه كما ترى بعضها أسماء أعلام كمحمد وأحمد وكلها ثابتة بأحاديث صحيحة غير طاها وياسين والفاتح كذلك لم يرد علما لاسمه صلى الله عليه وسلم الفاتح كما قال الذهبي ورد بإسناد واهن عن أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه وأما طاها وياسين فهي مروية عادة في كلام أهل العلم في صدر تفسير هاتين السورتين في القرآن الكريم سورة طاها وسورة ياسين ومعلوم أن هاتين اللفظتين طاها وياسين هي من الحروف المقطعات الواردة في أوائل بعض السور في القرآن الكريم التي تنطق على شكل حروف مقطعة كما تقول حاميم وألف لاميم فتقول طاها وتقول أيضا ياسين لكن بعض أهل العلم ومما انتشر أيضا عند العامة بين أهل الإسلام أن طاها وياسين ليست مثل حاميم ونون وقاف أو ألف لام ميم لسبب واحد أنه وقع بعدها في سياق مطالع تلك السور خطاب مباشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوها على فهم النداء له بهذا الاسم فقالوا هذا من أسمائه ألا ترى أنك تقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك فكأنك تقول يا فلان إنك لمن المرسلين فحملوا هذا على أنه علم وكذلك تقرأ طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فإنه خطاب مباشر صريح جاء عقب قوله طاها فهي بمثابة النداء ولهذا فيروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن طاها معناها يا رجل بن نبطية واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى غير أنك لا تستطيع الجزمة بأن هاتين اللفظتين طاها وياسين صراحة هما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نبه على ذلك عدد كبير من أهل العلم رغم أنها مأثورة وواردة وعامة الناس يتداول هذين الاسمين فيسمي بهما أولاده طاها وياسين على اعتبار أنهما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت في ذلك دليل صحيح ولا يعرف أيضا عن السلف من الصحابة فمن بعدهم من صدر هذه الأمة أنهم ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين طاها وياسين ولو كان ذلك عندهم متقررا لا وقفنا على شيء من ذلك في كلامهم أو خطابهم أو حتى شعرهم وقصائدهم فإنهم يمدحونه ويعددون أوصافه عليه الصلاة والسلام بكثير من أسماء وأوصاف ومناقب الشرف والفخر والمدح ولم نجد فيها ياسين ولا طاها ومع ذلك فلا تثريبا على اعتبارها على من كسائر الأعلام يسمي بها الإنسان وأولاده أو من أحب لكن النقاش هو في إثبات كونها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يتعلق بذلك أثر تعبدي أثبتناه أو لم نثبته قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله زاد بعض العلماء فقال سماه الله عز وجل في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا صلى الله عليه وسلم هذا كلام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى صاحب السنن كلامه في كتابه دلائل النبوة فإنه أيضا تناول هذا فقال مما ينسب إلى بعض أهل العلم أن الله سماه في القرآن بتلك الأسماء وكل الأسماء التي أوردها جاءت في آيات متعددة في كتاب الله الكريم رسولا نبيا أميا وهذا كله والد في آيات يعرفها الحفاظ قال الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال أيضا سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل فهذا وأمثاله كثير في كتاب الله الكريم فلهذا قال سماه الله في القرآن كذا وكذا وكذا وهي عديدة وهي تحمل أوصافا ومعانيا عظيمة سيقت في كتاب الله لتبقى محفوظة متلوة إلى يوم القيامة فيها إثبات لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه الكريمة الجليلة التي هيأه الله تعالى لها واختصه صلى الله عليه وسلم بها نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي في القرآن محمد وفي الإنجيل أحمد وفي التوراة أحيد وإنما سميت أحيد لأني أحيد عن أمتي نار جهنم هذا الحديث المذكور هنا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها ابن عدي ورواها ابن عساكر في تاريخ دمشق لكن في سندها إسحاق ابن بشر كذاب متروك فلا يعتمد على الحديث في إثبات اسم أحيد أما محمد وأحمد فقد تقدم وهما ثابتان في كتاب الله الكريم نعم قلت وبعض هذه المذكورات صفات فإطلاقهم الأسماء عليها مجازا قد تقدم أيضا كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المذكورات مثل ما تقدم العاقب والمقفي والماحي هي أوصاف تحمل دلالات كريمة أرادها الله عز وجل منقبة لرسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فإطلاقنا عليها أسماء هذا من باب المجاز كما قال المصنف هنا يعني لن أقول إن من أسمائه العاقب أو من أسمائه الماحي بل هي أوصاف ولهذا جاءت على صيغة اسم الفاعل وهذه المشتقات تحمل تلك الدلالات التي تتضمنها تلك الألفاظ من المعاني كما تقدمت الإشارة إليها نعم وقال الإمام الحافظ القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي قال بعض الصوفية لله عز وجل ألف اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم حصر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بالألف لا يثبت به حديث يمكن وعلى كل فهذه ليست رواية مرفوعة ولا أثرا مقطوعا على بعض السلف إنما هو عبارة دارجة هكذا مطلقة مرسلة نسبها إلى بعض الصوفية أن لله ألف اسم وأن للنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسم كذلك أما أسماء الله عز وجل فهي لا تنحصر لا بألف ولا بغيره وصريح ذلك في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الأئمة أحمد وابن حبان والحاكم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث فإذا كان هناك من أسماء الله كما دل عليه الحديث الصحيح أسماء غيب استأثر الله تعالى بعلمها فكيف يمكن أن يزعم أحد أنها محصورة بعدد الألف أو الألفين أو أكثر أو أقل ولهذا سيعقب الإمام بن العربي رحمه الله تعالى على هذه العبارة التي تدعي حصر أو عد أسماء الله جل جلاله بالألف ولذلك فإن دعوة إثبات ألف اسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أيضا مما لا يثبت به دليل لكنها عبارة مرسلة كما تقدم قال ابن العربي فأما أسماء الله عز وجل فهذا العدد حقير فيها حقير لأنه حقيقة لا يمكن أن يحصره أحد ولا يحصيها عاد كيف الحديث النبوي في دعائه عليه الصلاة والسلام يقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك ألا ترى أنك فعلا ستحجم واسعا وتضيق أمرا عظيما ما جاءت العبارة بمثلها في هذا الدعاء النبوي إلا لتوقفك على عظمة في بحر لا ساحل له فكيف تقول إنها ألف فقال هذا العدد حقير بالنسبة لأسماء الله جل جلاله نعم وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصيها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة فوعيت منها أربعة وستين أسماء ثم ذكرها مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد ثم قال وله وراء هذا أسماء حتى هذا العدد أربعة وستون أسماء فيها توسع وفيها ترخص بعد ما ليس اسما من الأسماء والتجاوز مجازا كما تقدم في إدراج بعض تلك الألفاظ التي فيها في حقيقتها أوصاف وعدها أعلاما وأسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر لا يبلغ ذلك ولهذا قال أسماء النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء واردا ظاهرا بصيغة الأسماء قال وعيت منها أربعة وستين أسماء يعني أيضا لا يبلغ العدد ولا حتى إلى عشر الألف الذي هو المئة قال وذكرها مفصلة مشروحة وقال وله وراء ذلك أسماء نعم قال المصنف رحمه الله أمه صلى الله عليه وسلم وأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب هذه أم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا نسبها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب وكما تقدم في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم ومنه يتبين اسم أبيه فكانت الحاجة إلى إيراد اسم أمه عليه الصلاة والسلام ليتضح لك النسب من جهة أبويه كليهما فإنها آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة كما تقدم هنا في سوق نسب أمه عليه الصلاة والسلام وأنت لو تأملت لرأيت أنها تشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالده ويلتقي نسبها آمنة بنت وهب مع نسب زوجها عبد الله بن عبد المطلب كما تقدم في سياق هذا النسب في كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب فهي إذن من أبناء العمومة من قريش ذاتها فهذا أولا وثانيا فإنها أيضا ذات نسب محفوظ حمى الله تعالى به نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من جهة أبويه فهو كما قال مولود من نكاح غير سفاح ليس المقصود أبويه المباشرين فحسب آمنة وعبد الله بن عبد المطلب بل آباؤه وأمهاته وإن علوا وعلونا فإن الله أيضا حمى نسبه الشريف من أن يدخله سفاح أو شيء محرم إرهاصا من إرهاصات النبوة وحفظا لنسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه قال المصنف رحمه الله ولادته صلى الله عليه وسلم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وقيل بعده بثلاثين سنة قال الحاكم أبو أحمد وقيل بعده بأربعين سنة وقيل بعده بعشر سنين رواه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق والصحيح المشهور أنه ولد عام الفيل هذا فيما يتعلق بولادته عليه الصلاة والسلام فإن المصنف رحمه الله بعدما فرغ من سوق نسبه الشريف وكوناه ونسب أمه انتقل إلى الولادة ويتعلق بالولادة تعيين العام ثم الشهر ثم اليوم بدأ بالعام لأن الخلاف فيه أقل ثم سينتقل إلى الشهر لسعة الخلاف فيه وكذلك اليوم قال ولد عام الفيل هذا كما قال المصنف هو الصحيح المشهور عام الفيل السنة التي قدم بها أبرهة أخزاه الله بجيشه لهدم الكعبة يقود معه فيالته التي قدم بها لأجل القصة المشهورة في السير وفي التواريخ فحمى الله بيته الحرام وكعبته المعظمة وفي حفظ هذه الحادثة نزلت سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهذه الحوادث العظام عند العرب قبل الإسلام كانت محطة حفظ لتأريخها وربط الأحداث الحاصلة بها فلجلالة الخطب وعظم وعظم موقع الحادثة تصبح حادثة مفصلية في تاريخ القوم فيؤرخون بتلك السنة وما قبلها وما بعدها ليقول قائلهم حدث هذا عام الفيل أو قبل الفيل بسنتين أو بعد الفيل بعشر سنين لضخامة الحدث ولا يزال الناس إلى يومنا هذا أيضا يؤرخون بالأحداث العظام إذا كانت ذات أثر عظيم بالغ فيقولون سنة الجذب وعام الوباء وسنة كذا وكذا قال الصحيح أنه أريد عام الفيل لكن لتقف أخي الكريم على بعض ما يريده المؤرخون فهذا وجه من الخلاف وقيل بعده بثلاثين سنة ليس في سنة الفيل بل بعدها بثلاثين سنة قال الحاكم أبو أحمد وليس هو الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك بل هذا آخر قال قيل بعده بأربعين سنة وقيل بعده بعشر سنين وسيعقب المصنف رحمه الله تعالى على هذا التفاوت بأنه يغلب على ظنه أنه تصحيف وأن المراد أربعين يوما أو ثلاثين يوما وليس سنة وأنه لا يكاد يختلف على أن العام هو عام الفيل هذا ما يتعلق بتحديد السنة نعم والصحيح المشهور أنه ولد عام الفيل ونقل إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وآخرون الإجماع عليه واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول واختلفوا هل طيب هذا هذه النقطة الثانية الكلام على تحديد اليوم والشهر قال نقل الإجماع على عام الفيل كما نقل عن إبراهيم بن المنذر وخليفة بن خياط صاحب الطبقات وغيرهم نقلوا الإجماع على أنه عام الفيل وبالتالي فدعوا الإجماع هذه إن ثبتت فإنها تلغي ذلك الخلافة غير المعتبر أما اليوم قال اتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول أما يوم الاثنين تحديده بهذا اليوم من بين أيام الأسبوع فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي فتحديد اليوم بالولادة هذا مقطوع بصحته كما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وأما تحديد الاثنين أي يوم هو في الشهر والشهر أيه من شهور السنة فهذا أيضا محل خلاف قال من شهر ربيع الأول أو هو في غيره من الشهور وأي اثنين هل هو الأول منه أو أوسطه أو آخره نعم واتفقوا واتفقوا على أنه ولد يوم الاثنين من شهر ربيع الأول واختلفوا هل هو في اليوم الثاني أم الثامن أم العاشر أم الثاني عشر فهذه أربعة أقوال مشهورة نعم يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول أو الثامن من ربيع الأول أو العاشر من ربيع الأول أو الثاني عشر نعم أعلم أن المتداول عند الناس والذي لا يكادون يعرفون غيره أنه يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول لكنك ستقفون على خلاف والخلاف هذا واسع لا في تحديد الشهر ولا في تحديد اليوم من ذلك الشهر فإن قيل إنه في ربيع الأول فثمت أقوال أنه ولد في رجب وقيل في شعبان وقيل في غيرهما وقيل أيضا في ربيع الأول أنه يوم الثاني أو الثامن أو العاشر وكل ذلك أمر متسع والخلاف فيه كبير قال المصنف هذه أربعة أقوال مشهورة الخلاف في هذا كبير يا كرام ولا يمكن القطع أو الجزم بتحديد أحد هذه الأقوال على وجه يجزم بصحته ويحكم ببطلان غيره إطلاقا وهذا القول الذي قال به القائل في تحديد اليوم بالثاني عشر يقابله قائلون بأنه يوم العاشر وبعضهم باليوم الثامن ومنهم من عمد إلى تحديد تاريخ الميلاد بسنة بالتاريخ الميلادي ثم يقابلون هذا بحساب التواريخ فيما يقابله من التاريخ قبل الهجرة ليضبط اليوم يحدده في أي يوم كان من ذلك الشهر فتخرج أقاويل متعددة متفاوتة كما تقدم وهذا يوقفنا على فائدة مهمة وهو عدم الجزم بتحديد يوم بعينه يزعم فيه أنه يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن من أين شاع عند أمة الإسلام أن يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم مولده عليه الصلاة والسلام وكيف تفش هذا وتقرر في الأذهان حتى أصبح عند كثير من أبناء المسلمين أنه هو القول الذي لا يعرف غيره والجواب أن هذا مما تداوله الناس وتناقلوه ثم لما بني عليه من بعض الأفعال التي لا يثبت بمثلها مستدد شرعي ترسخ هذا عند الناس وأعني بذلك ربط هذا التاريخ ببعض الأعمال والأفعال وإقامة الموالد النبوية والاجتماع لها سواء كان ذلك على طعام أو لغيره وسواء كان احتفالا أو من غير احتفال لكنه لما ارتبط في مرحلة من تاريخ الأمة وليس في صدرها الأول ولا في قرونها المفضلة بل ولا في قرونها الخمسة والستة الأولى لم يكن هذا معروفا فلما أحدث هذا فيما بعد وارتبط هذا الحدث إقامة الموالد النبوية بهذا التاريخ تعاقبت الأجيال واستقر عندها خطأا بطريقة الجزم أن يوم الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم مولده عليه الصلاة والسلام وتقدم بك أن الميزان العلمي لا يثبت ذلك على مستند صحيح تثبت بمثله الحجة وتقوم بمثله المسألة العلمية وتقرر فهذا للتنويه في معرفة أثر هذا الخلاف وما ينبني عليه من أقوال وأفعال يبنى عليها فما لم يثبت التاريخ فأن نربط بذلك حدثا نزعم أنه هو موطن الحدث فرق يا كرام بين أن نقول إن يوم كذا في السيرة النبوية كان يوما يوافق مثل ما نقول في يوم بدر مثلا أنه في السابع عشر من رمضان وأن تقول هذا اليوم هو الثابت تاريخا وأن تربطه بيوم يتكرر في ذلك العام من كل سنة وتقول للناس في مثل هذا اليوم كان كذا وحصل كذا وبين أن تبني حدثا على تاريخ لا يثبت واختياره من بين أقوال متعددة هو ترجيح بغير مرجح واختيار أيضا من غير مستند لأنك عندما تختار قولا من بين أقوال واردة في التاريخ ليس على واحد منها دليل يمكن الاستشهاد به فهي مسألة انتقاء وهذا في الميزان العلمي أضعف ما يكون أن تعمد إلى اختيار وترجيح بلا مرجح فهو نوع من العشوائية والتخرص واختيار ما لا يثبت بمثله قول المعتبر أو مسألة علمية تنتهج المنهج العلمي المحكم في الاختيار والترجيح والله أعلم نعم قال المصنف رحمه الله وفاته صلى الله عليه وسلم وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشر من الهجرة ومنها ابتدأ التاريخ كما سبق هذا ختام مجلسنا الليلة بعون الله تعالى وتطرق فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بوفاته صلى الله عليه وسلم وضبط ذلك وتحديدها تاريخا وقال إنه توفي ضحى يوم الاثنين لاثنتين عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة إذن عندنا تحديد العام ثم تحديد الشهر ثم تحديد اليوم ثم تحديد الوقت من اليوم وكل ذلك مضبوط يا كرام أما تحديد السنة بأن سنة إحدى عشرة وتحديد الشهر أنه ربيع الأول وتحديد اليوم أنه يوم الاثنين فهذا مما يكاد يكون إجماعا أنه يوم اثنين من شهر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة للهجرة ويبقى الخلاف في تاريخ يوم الاثنين في ربيع الأول على ثلاثة أقوال مشهورة عند العلماء أشهرها وهو المتداول أنه يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول هو يوم وفاته عليه الصلاة والسلام وهو الذي عليه الجمهور القول الثاني أنه يوم الثاني من ربيع الأول يوم الاثنين الثاني وليس الثاني عشر وهذا القول الذي رجحه الإمام الحافظ بن حجر وغيره القول الثالث أنه يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الأول فهذا خلاف وهو أيضا مما يتداوله العلماء حتى لا تصدم بالخلاف فهو محفوظ عند أهل العلم وأشهره الثاني عشر كما تقدم وأما الوقت فقد قال المصنف ضحى يوم الاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم توفي بعد زوار شمس ذلك اليوم تمسكا بظاهر حديث أنس لما قال وتوفي من آخر ذلك اليوم يقصد يوم الاثنين كما في رواية البخاري والمشهور أنه كان في الضحى فقوله من آخر ذلك اليوم قال الحافظ بن حجر لعل المقصود عند الزوال لأنه غاية اشتداد الضحى وهو بداية آخر اليوم فليس فيه خلاف لما روى أنس وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح يعني ابتدأ الدخول في أول النصف الثاني من النهار فإن أول النصف ضحى وأخره عشي أو رواح أو كذا مما يكون في آخر النهار ويصح أن يكون بداية المساء على قول بعضهم وهذا ما يتعلق بالوقت ضحى يوم الاثنين وثاني عشر من الربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة قال المصنف ومنها ابتداء التاريخ كما سبق يعني من الهجرة لما قال إحدى عشرة من الهجرة ومنها أي من الهجرة ابتداء التاريخ يقصد أنها مبتدأ التاريخ الإسلامي واختار العلماء والسلف التحديد بهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثا يؤرخ به لأمة الإسلام لأنهم لما أرادوا أن يجعلوا تاريخا كانوا مترددين بين مجموعة من القضايا التي تصرح أن تكون تاريخا إما مولده عليه الصلاة والسلام أو ما بعثه أو هجرته أو وفاته فرجحوا الهجرة لأن المولد والمبعث سيكون غير خالي من النزاع في تعين السنة وأما الهجرة فهي الحدث الأعظم التي كانت في تلك السيرة النبوية وإن كانت في شهر ربيع الأول لكن جعلوا المحرم هو مطلع السنة الهجرية لأن ابتداء العزم على الهجرة والتخطيط لها كان من شهر المحرم إذ كانت بيعة الأنصار رضي الله عنهم بعد الحج في موسمه في نهاية شهر ذي الحجة فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة والترتيب لها كان مع هلال المحرم فناسب أن يجعل مبتدأ السنة في التاريخ الهجري من شهر المحرم وأن يكون تاريخنا إلى اليوم أن تقول بعد ألف سنة وزيادة سنة كذا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمشهور أن أول من أرخ للأمة بالتاريخ الهجري الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وقيل غيره كيعل ابن أمية باليمن والله أعلم هذا القدر نكتفي به في مجلسنا هذا يا كرام ليكون تتمته في مجالسنا المقبلة ليالي الجمعة إن شاء الله تعالى ولا تستقلوا من صلاتكم وسلامكم على نبيكم صلى الله عليه وسلم فإن الليلة ليلة الجمعة ويوم غدكم أيضا فإنه يوم عظيم مبارك استكثروا من الصلاة فيها على إمام الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام وتطيب دقات القلوب بذكرها وتطيب دقات القلوب بذكره فتفيض شوقا دافئا وعميما هو رحمة الرحمن أشرق بالهدى صلوا عليه وسلم تسليما فيرب صلي وسلم وبارك عليه أعظم صلاة وأتم سلام يا إله العالمين وبلغنا يا رب بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار ومراتب الصالحين واجعلنا بهديه وسنته متمسكين اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأميتنا على الإسلام والسنة وحشرنا في زمرة صاحب السنة عليه الصلاة والسلام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين